ما عم تقتنع أبدا كذا مرة صرت انفهمها بس هي ما بدأ تقتنع بالموضوع ما عم تتقبل فكرة أبدا شو بدك تعمل انت عليك تفهمها مو أكتنع بك عفوان فين يفوت؟ اي طعم فوت جبتلي كاسة شاي جبتلي الشاي لقلي اي اه يسلموا كيفو ان شاء الله تحسن وضعه ما تغير شي يا حرام لساته بعز شبابه شو كان بدي إلك أنا اليوم بدي أخد تقارير إمي لواحدة بروفسور بدماخ كتير شاطر بشغله وفهمان بدي روح لعنده إذا بدك انت كمان جاهزيلي تقاريره كله بخليه شوفها عم تحكي جد انت؟ الشغلة ما فيه مزح ياسمين طبعا عم بحكي جد أنا شي نصاعة وراح أطلع من هون جاهزي التقارير وبيجي وباخدهم منك تمام؟ تمام تمام إذا ما عندك شغل فيك تروحي معي بجي طبعا طبعا ماشي بعد نصاعة بنطلع جاهزي أمورك يسلموا يا روح يا تاتي شوفي خلصي كله يسلموا يا بنتي الله يوفقك ويرضع عليك يا روح أمي حبيبتي أنا بدي أخد تقاريرك ورجيه لدكتور مختص بنتي إذا صار أي شي بتخبريني فورا ماشي مرحبا أهلين ياسمين أهلين فيك يا حبيبة قلبي يا كنتي كل يوم كل يوم بتركض وبتجي لعندي لهم مزبوط كينان أنا جبت ملفات والغصام ما تحملت استمنى أكتر فهمت ماما بس بتعرفي ياسمين كتير بتحبكها هاي المرة يا ابني أنت معرفة قيمتها أبدا لحاق معك شو ما قلتي ماما خالدة انتي ما لازم اتعبي حالك ماشي انتي بس تقومي بنعود ونحكي بكل شي ماما ياسمين يلا بلا ما نتأخر ماشي بنتي انتبه مني حالة ستة ماشي لا تأكيد يا ماما أميك وأبوكي الصالح ومع بعض ما بظن إذا هيك لك ليش رايحي لعند الدكتور سوا كينان بيك أهلا وسهلا أهلا فيكي إيجا الدكتور إيجا إيجا وبعد شوي بيجي دورك وبتفوت اتفضلوا إذا سمحتوا قعدوا وارتاحوا اتفضل يا ياسمين بتحبوا شربكم في نجان قهوة؟ ياسمين بدك قهوة؟ لا يسلموا إيديكي وحضرتك سكر وسط ماهيك كينان بيك؟ مضبوط بس أنا كمان ما بدي هلأ شكرا لإلك دقيقة بيكون عندك تفضل كينان بيك ياسمين انت يعطيني التقرير واستنيني هون ما بتطول شبك لا 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 أنا لازم اسألكم السؤال مشان هيك لازم فوت معك لجوه حياتي شو بدي إيجا للدكتور؟ أنا جيت من شان إمي يعني معقول هيك فجأة مفوت لعنده نحن لاتنين شو بديه يحكي؟ استني هون وهاتيهم هاتيهم ليكي بدي أسألك سؤال بس لا تفهميني غلط رجاءا ايه قولي انت والسيد كينان شو بتقربوا بعضكن؟ اه أنا اه أنا بكون السيد كينان أعزب مو هي؟ ايه سيد كينان أعزب طبعا انتي ما بتعرفي مو؟ انه سيد كينان عنده بنت بعمريك؟ عنده بينات؟ ايه واطول مني كمان هالأدد ده وبعدين اللي حكي بيناتنا انتي لا تشوفي هيك مبينة عليه حباب خلاها تنجلت لمرتو وماتت بسببه؟ ايه مواتا لحاتة بآخر لحظة يا كينان وحسب التقارير اللي معاك العملية كانت ناجحة مية بالمية وكل شي كان ماشي متل ما بدنا الحمد لله على سلامتها شكرا كتير لإلك وعزبناك معنا بس عندي طلب صغير ممكن تشوف لي هدول تقارير لشخص بيهنني هذا المريض بياربك شي كده؟ اه تقريبا اذا هيك انا اسف ما بقدر إلك اخبار حلوة السيد غسان وضع ما يقوس منه مبين انه في عنده بالدماغ تلف واضح وبهيك حالات طبعا المريض حتى لو فاء ما رح يقدر يكون طبيعي نهائيا صعب وضعه كتير صعب يعني وضعه كتير سيء والطب ما رح يفيده بشي ابظن انه الطب قدم له كل شي ممكن بدك تستنى ويمكن ما تستفيد منه فهمت عليك دكتور طيب شكرا كتير عزبناك معنا على وسهلا اليوم كانت الاخبار حلوة طبعا بس سنا وضعه لغسان اه والشي الوحيد يلي فينا انهقوله الله يكون بعونه يسلموا ايديك يعطيك العافية على وسهلا ياسمين يلا نمشي ليه؟ بالحقيقة الدكتور اخد تقاريره لغسان وبدو كام يوم اه وقال لي بس شوفهنه بخبرك فورا يعني فيه امل يطيب مو هيك قالاك والله بدنا نستنى ونشوف اكيد فيه امل الحمد لله يا ربي الحمد لله يسلموا ولو يلا خلينا نروح ماشي بخاطرك انسي مونا ماشي ماشي عطوه عشرين الف وانا بس بيجي بوقع على الوراق خالص خالص جاي عالشركة ما بطول بدي اسألك شغلة اي تفضلي انت مخبي عني شي مو لك ياسمين بطلي شك فيني مش انا قل الشبكي يعني لانه ما خليتك تحكي مع الدكتور سألتيني هذا السؤال اذا الزلمة ما تتصل خلال يومين انا بوعدك بتتصل ديك وبخبرك لا انا مو مش عن هيك سألتك لك يعني انت لمبارح كنت غرقان بديونك هلأ عشرين الف هيك بفرطة قبل تتفعون الله يسامحك ياسمين تلك ديمة لا شو بدأ تحكيلي عملت جولة يا روحي وقضيتها بكل انحاء الجمهورية التركية ولفيت كل المحلات يعني ما ايلي خبر ليش شو عم تشتغل انت اكيد لساتك بتتذكري ابن عمي اي 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 صح طبعا اي انا وياه بلشنا بشغل التعاهدات البناء ومشيت امورنا نيح والوضع تمام اه ممتاز اه صحيب ادي اقلك شغلة مهمة مشان دراسة ديمة نحطها بشي جامعة برات البلد بس انت اذا حابت تبقى قريبة منك وما تبعد مندرسها هون بشي جامعة خاصة شو رأيك مشان الله بلأ احلامه منقدر ندرسها بجامعة خاصة يا روحي هاي بنتنا الوحيدة يعني اذا هي ما درسناها ملا شو شغلنا نحنا والله عم حاول ما افتحتمي بس بصراحة يعني لا تواخذني بس انت لمبارح ما قبلت تدفع لقص دروسها منلك هالكرم فجأة يا حياتي انا كان معي وبخلت عليكي شو هالحكي هلأ الوضع تغير وصار احسن اي لي معك دوبوني كفوق بس بالنهاية هاي بنتك كمان يعني انا معك انه تطمح وبي بنتي تدرس كمان وبيدي تحس انك موجود مصاري دراسة دي ما انا حاطهن عطرف وبيدي حطهم محسابك انتي انا ما بتهدي معي المصاري تمام البروفيسور قال انه اكيد انت حطيب يعني صار فيه امال انت رحت فيه انا قلتلك هالحكي وقلتلك كمان انك رحت طيب رح نطلع انا وانت من هون سوا بدنا نروح على شط البحر وبدنا نتمشأنا وياك قديش مبسوطة رحكون صحيح هدي كل مرة ما كملتلك الحديث تتذكر لما قلتلك عن نيرمين انه في واحد عرض عليها الزواج هذا حسان عرفته دكتور لصنان اللي صلحت صنانك عنده نيرمين قبلت بعرضه تبع الزواج رح يتجوزوا قبلنا غسان فيه مشان الله خلينا نتجوز قبلون صار لازم روح بس اكيد راجعة ماشي تعا خليني يغطيك ما تطول عليك اشتق لي ها كيف صارت؟ الحمد الله صارت احسن نيح ليك انا كن بدي اسألك حكيت مع البروفيسور مو؟ وانا هلا كن جاية لعندك يعني وضعه موك الهلقة تسيئ يعني في عنده امل عنش دام تحكي طبعا الف الحمد الله يا ربي شكرا لك 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 شكرا ما هيك يا سمين؟ كنان إذا تاني مرة بالزعيل هالبنت ما لح أرضى عنك أبداً حرامة عليك يا أمي والله حرامة عليك يعني ما أقول إرجع زعالة مرة تانية ليا سمين؟ آه الممرضة عم بتأشرك الممرضة روح يلا جعين ما منطورت أبو يا بنتي خليكي معه لا تتركيه أبداً ها يا سمين شبكي؟ تا كيف بتكذاب و بتقلي لأمك إنو تصالحنا ها؟ كيف بتنتكذاب عليها ها؟ حبيبتي أنا شوف هلأ وفوراً بدك تفوت ولا كل الحقيقة أنا نجبرت إلا هذا الشي فو عليك على شو مشبورة آه؟ مشان الله سمعيني فيه شي انتي ما بتعرفيه شو هو؟ يعني الدكتور مو طمرنا عن وضع غسان وقال فيه أمل؟ ايه؟ بس بالنسبة لأمي ما حكي هذا الشي يعني أمي وضع صحب كيف؟ يعني الدكتور قال إنو هي بقيلة أيام معدودة كينان شو هالحكي هات؟ ايه؟ هيك قالك بالحرف أيام معدودة؟ لهيك نجبرت تحكي يا الحكي أنا أسف كتير منك وبعرف إنو كيت عم كذب عليها بس يا علي عليك يا ماما خالدة خلاص لا تتضيقي أنا راح ساوي متل ما بدك هلأ فوت وبحكي لأمي إنو كل الموضوع كذب المهم إنو انتي ما تتضيقي تمام؟ لا 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 تروح لا تروح قوحك ها خلاص خاليا متل ما هي ما بدك خبرها لا 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 تخبرها بترجعك خليك أمي ولا تستسلم ايه؟ يعني بالنهاية أيامة معدودة ما هيك؟ أيامة معدودة لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكون أول من يشاهدها